السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناة مطبخ أم التوأم كنت منكم أخواتي تكونوا بخير على خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله لدينا طبق أسيوي بسيط وسهل في التحضير وأهم شيء أن نلديد بزاف كيتحضر فرام شاتعين يعني في وقت واجهة تقدروا تحضروا هذا الطبق هذا سيكون عبارة عن طيار نسب الخضر والدجاج والقمرون نوجده بطريقة مبسطة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مصالح دعواتكم ام واحد لايك وتشاركوه مع الأحباب والأصدقاء لكي تعمل الفائدة للجميع وإن شاء الله نمر مباشرة نشوفوا المكونات مع طريقة التحضير وفرجة ممتعة نحتاج في تحضير هذه الوصفة المجموعة من الخضر نحتاج هنا الحبة من البصل الأخضر يعني البصلة خضرية وخديت غير نصف ديالها حيث عندي كبيرة بزاف قطعتها إلى شرائح ومبعد قطعتها إلى مكعبات صغيرة بالنسبة لورق ديالها قطعتهم إلى شرائح فقط حيث دغيك يدوبوا وبنسبة لما تفراش على البصلة الخضرية تقدر تعودها بأي نوع من البصلة اللي كتطيب بها سوى الحمراء سوى البيضاء اللي بغيتي خدمي بياختي ونحتاج هنا الحبة متوسطة من الفلفل الأحمر اللي خسلته ونقيته من الزرعة دياله وحتى هو قطعته إلى شرائح رقيقة ونعمل نفس الشي بنسبة لفلفلة خضرية حتى هي مخصولة ونقطعها إلى شرائح رقيقة وكنت بغيت نزيد حتى الفلفلة صفرية ولكن قلبت عليها في سوبير مارشيلا قدامي ونقيتها فاكتفيت بهات جود الأنواع من الفلفل خديت هنا حبة متوسطة من الجازر يعني خزه اللي خسلته وقشرته ونقطعه إلى شرائح رقيقة إذا كان عندكم خزه يعني الجازر اللي عنده الوسط دياله أو القلب دياله قسح فمن أحسن نحيده له أنا هذا خزه هذا عندي طياب فمحتاجتش أني نحيدله القلب دياله قطعته إلى شرائح رقيقة غيبه يطيب لي بسرعة مع الخضر وعندي هنا وحي الكيمية من الكرمب يعني المكوّر اللي قطعته إلى شرائح رقيقة بالنسبة للأخاوات اللي وليدتهم ما كيأكلوش المكوّر جربوه لهم هالطريقة في هاد الوصفة ما غادي نتبهوش ليلو نهائيا وكيدش بها لديدة بزاف غادي عجبهم تأكد بزاف غادي عجبهم وغادي نحتاج هنا تقريبا عندي 150 حتى 300 جرام من سدر الدجاج اللي عندي منقيم ديك جلودة وقدعته تهواء إلى شرائح رقيقة وتقدروا تعاوضوه بالسدر الديك الرومي يعني اللي عندكم في الدار خدموا به بدون تعقيدات لكين خدموا به والكيمية كتبقى على حسب عدد الأشخاص اللي كانين في الدار هنا فوحة طنجرة وضعت فيها الماء وصل درجة الغليان وضيفت الملحة وغادي نضيف اللي غادي نخدم بيهم هاد نوعية دي اللي غادي عندي اسميتهم طيارينيس تقدروا تعاوضوهم بسبغيتي يعني عندهم نفس الطياب وعندهم نفس النتيجة أنا كعجبوني هاد طيارينيس في المدق المهم كيبقى هاد شي هاد يبقى أذوق كل وحدة وذوق بعد ما كانوا وضع هاد طيارينيس في الماء كان هبتهم وحشوية بالملعقة وكان خليهم يطيبوا تقريبا من 6-600 دقايق أنا يعني احتاجت هنا أخذوا لي تقريبا 7-3 دقايق ما تفوتوش فيهم طياب وبالنسبة للكمية عندي تقريبا شي 450 غرام هنا في مقلة فوق النار وضعت فيها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت النباتية وضيفت البصلة وضيفت هنا فصل التومة لما يكون مقطع وما يكون مطحون سنحرك هذا البصلة مع التومة ونضيف هنا الفلفلة المقطعة شرائح ونضيف الفلفلة خضراتيية المقطعة شرائح والجازر سنحرك هذا الخضر مع بعديتهم ونغطيهم وننزلهم غير واحد شوية وحتى الجازر لكي يتفف الماء الخضر ومرة مرة نحركه لنا ونشوفهم ليس طيبين هنا كانوا بقي يخصون واحد شوية سوف نرجع المقلة بعد منزلة الفلفلة والبصلة وكي يكون خيزوا حتى خلفه في الطياب سوف نضيف هنا المكوار أو الشو لأن الشو يطيب كما تلاحظون لا يأخذ طياب ونضيف هنا كمية الفطر الطاري وضعته في المجمد هنا تقريبا مياه 150 غرام ونضيف هنا صدر الجاج مقطع ونحرك المكونات ونحرك النار متوسطة من الأحسن تكون النار طلعة وحشوية لكي لا تطلق الماء هنا سوف نحيد ونصفيهم ونغسلهم بالماء البارد ونضيفهم متى يستقطره هنا كمية القمرون أو القنبة تقريبا مية جرام هذه طرية وقشرته وضفت هنا على الخضراء القمرون يأتي المدق رائع لهذه الوصفة هنا ملعقة صغيرة قصبر اليابس وملعقة صغيرة من الكامون ونسبة ملعقة صغيرة من الفلفل الحار السودانية سوف نحرك هذا الخضر ونضيف هنا سلسة السوجة السائلة السائلة سائلة جارية ونضيف الكمية ونضيف السلسة السوجة تقدم اللون ومدق ومدق شريطها ونحتفل محلة سوبر ميركادوس نضيف هنا لبات طيارينيس أو سباكيتي ونحرك فيهم لبس هذا الخضراء ونضيف ونضيف على النار وكما لاحظت الجزر سوف نقدمهم في طبق تقديم كوجبة عشاء ووجبة غداء ووجبة متكاملة حيث فيها الخضر فيها اللحم وصفة شباعية وكتعجب الوليدات وفي وصفة حمق عليها في الدار وكتعجبنا وقتعلي مالا لنشاركها معكم نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى تجربوها وانا متأكد اذا جربتوها تتولي معتمدة عنكم وما تستغنوش عليها وشكركم بزاف على حسنا متابعة وعلى تعليقاتكم وشكرا على مشاهدة الفيديو وإلى الفيديو مقبل بحول الله خليتكم راحة في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته